مرحبا برج الميزان اول شي برج الميزان شركك يرى انه يريد معاك فرصة جديدة او ممكن ايضا العكس انت تريد فرصة جديدة كانما هني اشوفك انت اكثر استعدادا من شركك للرجوع تنتظر فرصة الرجوع بفارغ الصبر ولكن شركك اشوفه هني كانما هو اللي حاط حاجز بينك وبينك انما يقولك انه لحد الان في امور ما انتهيت منها ما انجزتها وما حققتها لحد الان فلحد الان اشوفه كانما ما يسمح لك ان ترجع الامور او ترجعون الى حياة بعضكم البعض احتمال ايضا انه هو لديه خيارات اخرى فيراك كانما انت لما احنا نطالع الاستقرار اللي عندنا مع شخص او كانما اهنين الذكر الذكريات الجميلة اللي كنا نعيشها مع الشرك ولكن ننسى الجزء اللي كنا فيه اللي كان فيه زعل اللي كان فيه مشاكل اللي كان فيه ايضا اكتئاب بسبب الخيانة بسبب الخيارات الاخرى والاشخاص الذانين هو يراك كانما انت قاعدت تذكر فقط الذكريات ايضا الجميلة اللي كانت في العلاقة ولكن نسيت الامور السيئة اللي مريتوا فيها نسيت انت شنو سويت واخوة ايضا شنو سوا السلبيات اللي تراكمت على العلاقة كانما هني اشوفك تركز على فقط الاساس ان انتوا كنتوا موجودين مع بعض خلا نشوف ما هي خطوة القادمة تجاهك ثلاث الثلاث الخماسيات عشرة الاخصان ثمان ثلاث الخماسيات ثمان خماسيات عندنا هنا وكرت الشراكة الغصنين اشوف ان في الفترة القادمة هذا الشريك كانما رح ياخذ وقت يفكر فيه اشلو ممكن انت ترجعون لبعض ولكن ناخذ بعين الاعتبار انه مثل ما قلت لك عنده خيارات اخرى فاحتمال انه عم يكون في رجوع عرض جديد او انت حتى تحاول ان تتواصل معه تقول ليش ما نرجع مع بعض بغض النظر من اللي يحاول ان يرجع الامور الى مجاريها لكن اهني كانما قاعد اشوف ان العلاقة ستكون بينكم في الفترة القادمة ثلاثية اذا صار فيه رجوع لان شريكك اشوفه متمسك بالشخص الاخر لا يستطيع احتمال ان الشخص الاخر هو من الماضي هو اللي اقدم منك في حياته ممكن تكون الزوجة الاولى الحبيبة السابقة او حتى الشخص اللي قبلك بشكل عام كانما رح يقول لك او الوضع بينكم رح يكون دائما علاقة ثلاثية دائما الطرف الثالث موجود كانما هنيئه هو غير قادر على التخلص من ارتباطاته وتعلقه بهذا الشخص مهما كان الوضع مؤلمتره بالنسبالك وبالنسباله هو ما عنده القدرة والاستطاعة ان يرى ابعد من الحاضر ما يقدر يشوف واقع او مستقبل بينك وبينه ولكن انت فقط الاثنين مع بعض عندنا هني كارت العلاقة الثلاثية انزين هني يقول لك ايضا ان الموضوع رح ياخذ الكثير من الوقت والجهد والتركيز والتدقيق يعني من طرف شريكك عشان يختار فكانما هني يقول لك اذا تريد الرجوع في وقت قريب سيكون في رجوع ولكن ما رح يكون في تخلص من الطرف الثالث رح يكون ايضا في شراكة احتمال ان هذلين هذا الشخص الطرفي الثالث هو من محيط عمله بينهم اشتروا شيء استثمروا شيء من الاموال مع بعض بينهم نوع من الشراكة احتمال ايضا عندهم ابن مع بعض طفن عشان شذي الامور كأنه هني معقدة ما يقدر فقط انه يتخلص منه باسرع وقت او يتخلص منه حسب طلبك انت عرفت؟ رح يكون في بعض التعقيدات من اجل الرجوع هو يرغب بالرجوع ايضا انزل اللي بعده ما الذي يخفيه الشريك عنك؟ سبع الاخصان انه تمسك فيك في اصعب الظروف وان كان صدك او ابعدك عنه او حتى هو اللي مثلا سبب الانفصال نفسه ولكن في ابتعاده عنك هو لم يتخلى عنك ضل يدافع عنك امام الناس ضل متمسك فيك كما هو متمسك ايضا بالطرف الثالث عنده تمسك عنده عزيمة ان الموضوع عنده شوية تعناد ان الموضوع يريد ان يمشي ولكن فيه اجتمع بينكم انتو الثلاثة احتمال انه يريد ان يجمع بين زوجتين بين شركتين او حتى ممكن يكون اذا هو اذا هي مرأة تريد ان يكون فيه شخصين في حياتها ثمان الثمان الاخصان لانه فيه اخبار او كلام وصله فيه اشخاص حاولوا يوصلون لكلام سيء عنك انتو ولكن هو كان في طاقة الهجوم او المدافعة ما سمح ما سمح لهاي الكلام ان يدخل الى قلبه وعقله ولكن في نفس الوقت هو لا يسمح لك ان فقط ترجع في حياته بسهولة لانه كأنما اهنيه هو متوسك بخياراته يريد الرجوع معاك ولكن متمسك بخياراته عندنا كارت المشاغب كارت العالم رح يكون فيه سفر مع هذا الشريك بطرف الثالث او سفر يتعلق فيه وايضا ثلاثة الاخصان برج الميزان ما ادرش شنو اقول لك ولكن افضل طريقة ان نساعد الناس ان يتشافون هي باخبارهم الحقيقة ولكن خذ الجانب من القراءة فقط اللي تحسه ينطبق عليك وعلى شريكك قلت لك هذا الطرف الثالث هو طرف اما يعمل معه اما بينه وبينه مشروع بيزنس هاي نوع من من العلاقة ففي الفترة القادمة رح يكون بينهم سفر اما شريكك سيسافر من اجل ان يراه او يسافرون مع بعض من اجل العمل ولكن ما رح يكون فقط عمل رح يكون مثل ما نقول عمل وايضا سياحة عمل ومتعة عمل وايضا قضاء بعض الوقت انزين في الفترة القادمة كأنما هو سافر او سيسافر مع هذا الشخص ولكن عندما يرجع سيحاول ان ينصفك انت كمان مادر ليش قاعد احس اني اتكلم مع منفصلين اه وزوجهم او شريكهم لديه زوجة اولى او زوجة ثانية عندما يرجع من السفر رح يحاول انه ينصفك انت بعد ولكن ما اشوفك انت متشجع ان تسافر معه لان انت عينك على ان تنهي الطرف الثالث في حياته هو عينه ان يمضي قدما او في باله يمضي قدما مع وجود الطرف الثالث عندنا كثير من الكارتات اللي تعني لي علاقة ثلاثية انزين هذا شخص جدا يعرف ومتمسك بكل الشركاء اللي موجودين في حياته ولكن عنده خطة بما انه هني قلت لك انه بينهم شراكة بينهم ارتباط عنده خطة ان يتحرر من القيود من العقد من عقد الشراكة نفسه من المسئوليات المالية اللي حاليا تربطها بالطرف الثالث ولكن خطة جدا مخبئة ومخبئة بشكل جيد لانه عندنا هني عشر الاخصان تحتها المخاطر اللي مستعد يقفز من اعلى الثلاء دائما ايضا المخاطر او المشاغب كرت الصفر البداية الجديدة هي ايضا ممكن تكون طاقة الهاء كأنما هني يقول ما في شيء ما عندي شيء انا ممخب بشيء انا ما عندي شيء طاقة الهاء يلهي هذا الطرف الثالث او الزوجة الثانية عن حقيقة انه لديه خطة من اجل كسر الشراكة فضل الشراكة من اجل التخلص من الديون اللي تجمعه اللي احتمال ان ايضا هنا في طاقة الطرف الثالث موقعين على الشيكات نوع من الشيكات الالتزامات المالية ولكن لازم يكون جدا حذر في التعامل مع هذا الشخص هذا الشخص يملك الكثير من القوة عليه القوة المادية القوة القانونية هذا اللي قاعد اشوفه فكأنما هني انت ايضا يجب ان تجاري شريكك لا تخسره يعني قاعد اللي اشوفه هني اذا انت متمسك فيه اقبل الوضع الحالي المؤقت لحد ما الله يفرجها اوكي عزيزي برج الميزان هذه قراءة المنفصلية اللي بعدها قراءة العزاب ومن القادم في طريقك اوكي من القادم في طريقك ملك الارض اربعة الاكواب العالم شخص كأنما قاعد اشوفه شخص اكبر منك سنن الامير العزباء نعم شخص اكبر منك سنن حتى اكثر منك مالا عنده شخص يعني تاجر عنده اموال عنده عنده الكثير من الاملاك العقارات انسان جدا متمكن وعنده الكثير يعني ثروة ثري مرتاح ماديا ولكن شخص مزواج حتى ممكن مرأة تكون المرأة ايضا ممكن تكون مزواجة عندما تحب ان تتزوج اكثر من مرة ما تقدر تتعدد ولكن تتزوج اكثر من مرة فاعكسها بما يناسبك اشوفه هني على الاغلب انه هو شخص جدا مزواج انت في حياته رح تكون رقم اربعة رقم اربعة يعني بزواجه او بارتباطه معك رح يختم العدد الاقصى المسموح للزواج قلتلك شخص مزواج ثري ولكن انسان جدا جيد يعني لانه هني عندما نسأل ما هي المعايير لشريك احلامنا احنا في الكثير من المعايير نضعها لا تخدمنا لانه هني كأنما يقولك تارو انظر الى المعدن المعدن هذا شخص جيد يستطيع ان يعتني فيك يستطيع ان يخليك مرتاح داخل المنزل اوكي يعني هذا شخص ملعاب هذا شخص يحب التعدد في الزوجات افضل من ان شخص مثلا يرتبط فيك فقط انت وظل خون هذا ما يخون ولكن يريد حتى لو كنت انت مثلا الزوجة الثانية او الزوجة الثاني لازم تدرك ان هذا شخص ما راح يتوقف عن الزواج يحب الارتباط جدا جدا يعشق الارتباط ويعشق الارتباط بشخص اعزب عنده نمط دائما يختار يعني فيه ناس يختارون ان يرتبطون بالمطلقات الارامل هذا شخص يحب ان يرتبط بشخص اعزب لم يسبق لديه الزواج وما عنده ابناء من شروطه وايضا يشترط الجمال والدلع والغنج انزين عنده شراطات شكلية ولكن جدا كريم جدا معطاء داخل المنزل يحب ان يهتم بأسرته بأهله بالشريك عنده هاي النوع من الطاقة ما الذي ستحصل عليه راح تحصل هني كأنما على احتفال كبير يعني راح يكون لك انت صيط اكبر يرتفع صيطك او يعلى شأنك حتى بين الناس بسبب ان فلان من الناس التجار الكبار من وجهاء المجتمع راح يتقدم لك ولكن في النهاية الرفض او القبول هو خيارك الخاص انزين هذا شخص وسط شكليا وسط جسديا يحب القهوة كثيرا القهوة السادة اوكي يحب ان شريكة دائما يطبخ له يحب ايضا ويستمتع بالتجديد داخل المنزل يعني عندما تلبس له ملابس جديدة تغير من طريقة شعرك من طريقة لبسك جدا يلاحظ يدق على ادق تفاصيلك ودائما يمدح الناس ايجابي ويمدح الناس احتمال اشوفه بما انه هو اكبر منك سنن ملك الارض نشوف على طرفين الوجه يوجد لديه شعر ولكن اتوقع ان عندما يرفع هاي القبعة راح تجد انه شوية اصلع شي طبيعي انه يكون اصلع او يحاول انه دائما يخبي صلعته هاي اللي قاعد يجذبني يحاول يخبي تساقط شعره في المنتصف بسبب كبر السن وعنده ايضا خطه ان يزرع الشعر في المستقبل بسبب ارتباطه فيك اشوفك انت يا برج الميزان السيوف كيف تتعامل معه تتعامل معه هذا الشخص بانك تبتدي شوف هذا الشريك دائما لازم تأخذ معه طاقة المراهق طاقة الدلع طاقة الرومانسية طاقة الهدوء وفي نفس الوقت طاقة الفضول هذا ينجذب للاشخاص اللي اصغر منا سنا وليكون عندهم نوع يمثلون بالنسبة لنوع من التحدي ولكن مو التحدي الكبير التحدي الصغير تحدي بسيط نوع من المشاغبة نوع من الفضول يسألونه كثيرا احب جدا هاي اللي قاعدة اسمعه لك يحب ان انت تجلس معه ودائما تسأله عن انجازاته شلون لان اشوفه هاي انسان عصامي فتسأله شلون انت مثلا قدرت تحقق هاي فروة شلون قدرت تشتري هاي الاملاك شلون قدرت تتحقق المستحيل يحب ان يجلس ويتكلم عن انجازاته لازم تأخذ معه هاي الطاقة طاقة التلميذ ايضا تحاول ان تتعلم منه تتعلم منه الطموح الانجاز اوكي وايضا كأنما هني عزيزي برج الميزان حصن عينك من سوري حصن نفسك من العين والحسن حصن نفسك محتاج ان تكون جدا قريب من الله سبحانه وتعالى اذا شئت لهاي الارتباط ان يتم لان في الكثير من الامور لما عندنا الكوب الاول الكوب هو العرض الكوب يفوض وهني عندنا ست الاغصان معناتها ان خبر ارتباطك فيه الثراء العرض الجميل اللي راح يأتي من هاي الشخص راح يكون جدا واضح للعلن يثير اهتمام الكل يحبون ان يتكلمون فيه الناس يحبون ان يسمعون عنا ياخذون اخبارك كأنما هني الاعيون راح تكون عليك يا برج الميزان اثناء بداية هاي الارتباطة والشراكة فحصن نفسك جيدا جيدا عن العين عن الحسد عن كل هاي الامور اوكي عندي هنا اربع الاخصان وثمان الخماسيات انت محتاج ان ما تدقق على تفاصيل هاي الشخص يعني تشوف هذا الشخص مثل ما قلت لك يحب يكون اول المرشد المعلم القيادي داخل المنزل فلا تدقق عليه بخصوص الوقت مثلا انت امضيت هكذا وقت مع هذاك الشريك انت اعطيت كذا وكذا لشريكك السابق او لشريكك الاول للزوجة الاولى ان تمضي وقت اكثر هناك ابدا لا تركز معاه على هاي التفاصيل لان ثمان الخماسيات هي كرة ان احنا قاعدين نعمل على تفاصيل انزين وركز على الاستقرار وان كان وقت بسيط انزين ولكن انت استطيع تصنع منه واحة او جنة صغيرة جنة مصغرة لحياتك الزوجية ممكن تخلقها بشي بسيط من افضل من ان انت تركز على التفاصيل السلبية اوكي هذي افضل طريقة للتعامل مع الشخص القاتم في طريقك اذا رغبت ان يتم الارتباط بينكم اخر شيء قراءة المرتبطين بما انك احيت كثيرا خلال قراءة العزاب احتمال ان الشريك او الشخص القادم في طريقك يكون ايضا مدخن او عنده مشاكل في تنفس الرئة ممكن خلال نشوف قراءة المرتبطين كيف يراك الشريك ملك السيوف تسع السيوف الشريك يراك ان انت تنهض وتمسك بزمام الامور والمسؤولية عندما يخضله الكثيرون او عندما هو نفسه يشعر بالقلق يشعر ب السلبية يشعر بقلة الحيلة عندما يكون هو قليل الحيلة انت اللي تكون كأنما مصدر القوة له ومصدر القوة في العلاقة والشراكة عجلة الحظ عجلة الحظ هي ان انت ما عندك اي مشكلة ان تنتظر الوقت المناسب عشان تعطيه دفة القيادة مرة اخرى كأنما شريكك يمر بفترة يكون فيها اوقات جدا متعب اوقات غير قادر على القيام بمسؤولياته خمسة السيوف طاقة المحاربة او التنافس المعركة واربعة واربعة الخماسيات شريكك يراك ان انت جدا حذر وعندك حسن تصرف في الاموال اوكي ولكن تميل شوية الى البخل او الحرص ما بقولك البخل الحرص عندك حرص في طريقة صرف الاموال او في طريقة تدبير المنزل او الشراكة اللي بينكم ممكن تكونوا قتلك مخطوبين متزوجين او حتى مرتبطين في علاقة خذ الجانب او طبق الطاقة بما يناسب وضعك مع الشريك ولكن اوهو هني يحس ان الاموال انت شوف برج الميزان اوهو يحس ان انت حريص في الاموال اوكي حريص في الاموال عندك تدبير في الاموال ما تصرف الكثير ولكن في نفس الوقت تصرف طاقتك على امور ما لها داعي احتمال انك كثير اذا كان خصوصا بينكم ابناء او انت ساكن مع بيت عيلة انت تدقق كثيرا او تدخل في مشاحنات معهم كثير الهواش او الزعل والصراخ على الابناء على الاهل يعني في شوية مشاكل او في شوية مشاحنات في جو الاسرة انت نعم تمسك بزمام الامور في الاشياء العملية في الاشياء اللي تحتاج تدبير اللي تحتاج وقفتك معه انت تقف معه وهو يعرف هذا الشيء ويقدره لك لان انت تساعده كأنما سنده عندما هو يكون ضعيف ولكن في نفس الوقت اوقات تصير طاقتك هي طاقة السيوف طاقة التركيز على ادفع الامور او ممكن ادفع الامور اتخلينا نفقد تركيزنا اوكي طاقتك 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 هذه هي طاقة طبيعية للأبراج الهوائية طاقة التشافي التعافي الهدوء الخفة لأنه هو هو خفيف يستطيع أن يرتفع عن الأرض يرتفع عن النار وحتى يرتفع عن الماء كأنما أنت حسس بخفة أو بسهولة حتى الأمور اللي هو شايل حملها أو شايل همها كارد الحكم نقاط قوتك لديك حكم جيد وممتاز على الفرص على الأشخاص على المواقف يثق بحكمك أنت ملك وملك السيوف ملك المنطق ملك العقل ملك التحليل يثق بتحليلك ويثق بكلامك تسع الأخصان هذه مو من نقاط القوى هذه بالنسبة لك من نقاط الضعف في أمور تمنعها أو هذه كأنما نصيحة ما قلت لك هني أنت تدخل في طاقة مشاحنات أنت هني كأنما يجب شريك كيرا أن أنت يجب أن يكون عندك مثل جرع الحماية نفسيا موجود عشان ما تخلي كلام الآخرين أفعال الآخرين تستفزك محتاج هاي نوع من الطاقة وأخيرا Princess of Pentacles الخماس الصغير لا تعطي ماديا تعرف تقيم أو تثمن قيمة كل شيء وما تصرف أكثر من اللازم تعطي كل موضوع حجمه لا تبالغ في تقديره وحتى أنت ما تقلل من تقديره تعرف شلون أيضا أن تأتي هاي نوع من الطاقة المادية أو طاقة الأرض تعرف شلون أن تأتي بنتائج كبيرة ولكن مبنية على جهود بسيطة مثلا نوع من الكلامة البسيط العرض البسيط الطاقة الخفيفة اللي أنت تحملها هني تأتي لك بنتائج جدا ممتازة للشراكة للأموال لحتى الأطفال بينكم تعرف شلون تنمي تنمي تخلق الكثير من القليل هذي من نقاط قوتك وأخيرا ماذا تفعل لي كي تطور العلاقة أو دعنا نقول تحافظ عليها ست السيوف ابتعد عن المشاحنات مثل ما قلت لك ابتعد عن المشاحنات واعتبر نفسك أن أنت في مكان مختلف وفي طاقة مختلفة عن الأشخاص اللي حاولون يستفزونك فارس الأكواب كنت دائما الشخص اللي يبادر عاطفيا مع الشريك في فرق لما تبادر في الأمور العملية وفي فرق لما تبادر في الحب في الكلام المعسول في طاقة مثلا اشتكت لك طاقة خلنا نطلع خلنا نسوي خلنا نروح طاقة اللي نسوي أمور بسيطة عشان نسعد الشريك أنت محتاج طاقة مائية أكثر لأن هنا طاقتك كلها سيوف طاقة العقل ملكة السيوف ملكة السيوف خلنا نشوف خمس الأغصان نفس الشيء خمس السيوف تحت خمس الأغصان وكارت التعادل وجودهما اثنين هم جنب بعض ملكة السيوف وخمس الأغصان طاقة تنافس وطاقة شك طاقة أيضا هوائية طاقة عقل احتمال أن شركك ممكن أيضا يكون دلو أو جوزاء أو أيضا ميزان مثلك وأيضا عندنا هنا طاقة ترابية ولكن بغض النظر عن الأبراج كأنما هنا يقول لك يجب أن تجد التوازن والذكاء السيوف هو الذكاء يجب أن تجد الذكاء متى تخرج الآخرين من حياتك ومن محيطك أنت والشريك ومتى تواجههم متى تقف صامدا أمامهم ما تسمح لهم أن يدخلون حياتك ويكركبون هنا محتاج أن أنت تعرف التصرف المناسب في الوقت المناسب هذا هو الشيء اللي أنت محتاج تطوره في نفسك أعرف متى أسحب عليكم السيف أعرف متى أخلي الأمور وما أدخل وأعرف متى أواجهكم وهني كأنما دائما نصيحة الطابع اللي يغلب عندك أن تجنب طاقة المواجهة تجنب أن داخل أسرتك وعلاقتك مع الشريك يكون فيها الكثير من القيل والقال أختك قالت أمك سوت الأبناء سووا تجنب هاي الطاقة كارت التعادل كنت دائما الشخص اللي يأخذ أسوأ الأشياء كما قلت لك ماديا أنت تقوم بالأمر على شكل جدا جيد عمليا ولكن هنا حتى بطاقة الأكواب بطاقة المشاعر ممكن أيضا أنك تتعامل مع برج القوس بطاقة الماء لازم تأخذ أسوأ الأشياء الماء اللي جدا حار الملاكة هنا عندها كوبين كوب في نار وكوب في ماء عندما تعادل الكوبين مع بعض تصير درجة الحرارة معتدلة وبذلك يخرج عندنا كارت الاعتدال أنت محتاج حتى في طاقة المشاعر تعرف شلون توازن نفسك بأن هاي الأمور المشاحنات ما تخليها تؤثر على علاقتك مع الشريك كأنما هني قاعدة أشوف أن المشاحنات اللي تصير مع محيطكم مع هذين الأشخاص أنت تحمل الشريك الذنب أو ممكن هو أيضا يحملك الذنب أنت هنا في طاقة التعادل محتاج أنك تكون مثل الإسفنجة اللي تمتص الغضب تمتص الزعل تمتص حتى المشاحنات تمتص الطاقة ولكن من دون أن تساهم أنت نفسك في المشاحنات ترجمة نانسي قنقر